نذهب الآن إلى واحدة من الاستفزازات الإسرائيلية من خلال تصريحات بعض وزرائها الذين يوصفون بالتطرف أو الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل فقد نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تغريدة أعاد نشرها وزير التراث عام حاي إلياهو تدعو لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية ووفق الصحيفة الإسرائيلية يدعو المنشور إلى شراء قميص مضبوع عليه ما يفترض أنه خريطة لإسرائيل تشمل الضفة الغربية وغزة وسيناء تحت شعار لاحتلال الآن ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل شبه جزيرة سيناء المصرية وجنوب لبنان والأردن وللتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية سيادة العميد وحييك على الجزيرة مباشر وللحقيقة ما الذي يفهم؟ يعني ما الذي يفهم ما قام به مسؤول رسمي داخل الحكومة الوزير وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو عندما ينشر تغريدة تدعو لاحتلال شبه جزيرة سيناء المصرية ماذا يريدون؟ تعطر حضرتك أزا أحمد نحن نفرق ما بين أداء حكومة جزء منها متطرف وفكرة إسرائيل نفسها إسرائيل لا تسعى لاستفزازنا ولا تسعى إلى حرب معنا ولا توجد دوافع لدى الدولتين للدخول في حرب حتى مشكلة غزة ما فيش طريقة للقوة الخشنة إنها تحلها لإننا عشان نحارب لابد من هدف السيد العميد عفونا إن النقطة اللي حررتك ألتها سمحني على المقاطعة لكن أنا فعلا عايزة يعني لك أن تتخيل أني مثلا وزير من وزراء الحكومة المصرية وخرج وأعاد نشر تغريدة بتدعو لاحتلال جزء من بتدعو لاحتلال حيفا مثلا أو يقول مثلا فلسطين من النهر إلى البحر هل تعتقد يعني أن إسرائيل سترى أن هذا كلام يعني يخص الوزير ده مش كلام الحكومة المصرية ولا يجب الرد عليه أعتقد لا سيدة العميدة لا مش حيسكوته لا أيها موضوع مختلف هو إسيادتك بتفترض مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات إسرائيل قبل ما ترد حيكون رد عليك ألمانيا ورد عليك بريطانيا وقاله الوزير ده معادلة السامية وقال كذا فيعني الفكرة مش يعني فكرة معادلة السامية دي يعني حتكون سابقة يعني قبل ما إسرائيل ترد حيطلع يعني أمم المتحدة الدين والمنظمات الأوروبية الدين وهكذا يعني خلينا نحكم صراحة أنا حضر أبليسيادتك مثل صغير وشخص أنا كتمت على صفحتي يوم 7 أكتوبر على الفيسبوك وحسابي مش بحسابات ضخمة للمرة الثانية يتم تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيل اللازل هيقهر بفاصل 50 سنة فعلها المصريين وفعلها القسمين عادي يعني زيما الإسرائيليين بيطلع ناس تقول الكلام ده أحد منظمات اليهودية قدمت شكوى لأحد المحطات الأوروبية النطقة بالعربية مش هقول الدول عشان هتتعرف وقالوا لهم ده الرجل ده من 7 أكتوبر شارك عشر مرات وكتب على صفحيته كذا فالمحطة ردت بالمتحدث الرسمي وقالت إن ده الكلام ده ما حصلش من خلال منابرنا ده حصل على صفحيته وإحنا ما نعرفش إنه قال كده وكاتبين إن أنا معادل الإسلامية وإن أنا وكذا المحطة دي بالمناسبة بطلت تستضيفك ولا عادي بتستضيفك بشكل طبيعي المحطة دي تبطلت تستضيفك توقفت توقفت على الاستضافة يعني أنا كنت تقريبا يوميا بصفة يومية تقريبا عنده برامج مختلفة توقفت وبعد كده بتدت ترجع على استحياء طيب طبعا اللي أنت بتقوله حضرتك يعني حضرتك في النهاية في النهاية ممكن تكون كنت مسؤول سابق أو يعني جزء من الجيش المصري بشكل سابق لكن في النهاية نحن نتحدث عن مسؤول وزير يعني داخل الحكومة الإسرائيلية بيدعو الاحتلال سيناء يقول الاحتلال الآن الاحتلال شبه جزيرة سيناء يعني بالمناسبة هل ده يستدعى رد من الحكومة المصرية أم يعني التغافل عن مثل هذه الأمور أفضل بيبقى رد بس بشكل غير مباشر يعني يعني يطلع مصدر مسؤول وتطلع في أحد المحطات القريبة يعني المحسوبة الدولة يعني لكن من بداية الأزمة تصرحات كتيرة الحقيقة لو نتنياهو مثلا أو بيبقى في رد من الحكومة يعني لكن هما الوزراء السياسيين وزير أسار ولا بزيب بنية تحتية ولا يعني ما بيكونش في رده ده يعني من سمات التعامل في هذا الملف ما بيتمش يعني الرد أو الإدانة أو غيره ليسة العميد يعني أعتقد مش الرد على مثل هذه الأمور سامحني يا كلمك يعني الرد على مثل هذه الأمور تغلق الأفواه ولا تجعل أحد يفكر داخل الحكومة الإسرائيل وداخل إسرائيل لأن يتحدث بهذا الشكل الذي يمس سيادة دولة دولة أخرى كمصر يعني الرد على مثل هذه الأمور بغض النظر الوزير ده وزير أثار وزير خارجية وزير أي أن كان يغلق هذا الباب تماما أمام يعني الحكومة الإسرائيلية لأن بالتأكيد إسرائيل لا تريد يعني أن تغضب مصر بشكل رسمي ما فيه سيطرة الدنيا فالتا هناك أصبح أحمر وكلمك بالبلد ولا نتنياهو يقدر ولا رئيس الدولة يقدر ولا حد يقدر ولو نتنياهو يعني أبدى غضب وممكن يقيلوه ويمشوه ويجيبو غيره المتطرفين مسيطرين وضمنين أن فيه شارع وراهم بس أنا عايز أقول إسرائيك حاجة بعيدا بقى بفكرة أن أنا يعني المفروض أرد على ما يخص مصر لكن خليني نحكي على عميحاي إلياهو هو ابن حخام كان كبير حخامات صفد وجده مردخاي إلياهو كان كبير حخامات السفرديم اليهود السفرديم وفضل كبير الحخامات عشر سنين من 83 ل93 وتوفى في 2010 ده جده فإحنا بنقول أن ده مش غلطة في التلمودي أو الديانة خطف أشخاص مع أن أنا من وجهة نظري وأنا مش مسؤول في الدولة أن دول زي الدواعش بالزبط اللي موجودين في الحكومة ومن يؤيدهم مفيش فريق بينهم وبين داعش طب ليه الإسرائيلي بيطلع والأمريكي يطلع ما يحطش الأمر على انحراف اللدى داعش يحمله يعني أكبر من ذلك بقول لي سيادتك ده تربية تلمودية خالص صحيح يعني أنا لا أشكك ولا أقلل من كل المعلومات التي حضرتك بتقولها لكن اسمح لي ممكن ما يكونش مبرر في النهاية هو مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وزير داخل حكومة بن يمينة نياه بن يمينة نياه رجل قوي بالمناسبة ويستطيع أن يخرس كل هؤلاء وفي موضوعات أخرى سابقة كان بيعضي تعليمات إن لا أحد لا أحد يتحدث في الموضوع الفلاني أو الموضوع الأعلاني وكان الجميع بيلتزم بذلك هذه الأمور ما فيهاش هزارة عندهم هذه المرة بيترك وزراءه الرجل يقول نحتل شبه جزيرة سيناء يعني أنا أقصد لو في رد هنا حازم عليه وقوي لن يتحدث مرة أخرى سواء هذا الرجل أو غيره من وزراء حكومة بن يمينة نياه أعتقد هذا ما يفترض في مثل هذه السياقات أنا تحليلي بقول لساتك نتنياهو الآن في الوقت اللي حضرتك بتكلمني فيه أضعف من نتنياهو اللي ساتك تعرف والإطار المتطرف عمالي يعني يتغول ويتفحل ودلوقتي بيحاول يوصل معهم لفكرة تهدئة ووفق عليها والانتخال مرحلة الثالثة في غزة والتراجع على فكرة حرب في جنوب لبنان فهو بالتالي يقول لك يعني إيه خلاص هو تصريح مش هو مصري يعني أكبر من أنها ترد بجانب المشكلة في شيء يعني أن مصري لما بيترد حجم الإعلام اللي حينقل الموضوع أكبر بكتير من هذا التافي يعني ده تافي يعني عمحاي ده إلياهو ده تافي أساسا يعني هو ربما يعني أساسا لو مصري ردت عليه تعمله شاء فبالتالي عشان كده مصري مش عايزة ترد ومصري مش عايزة تخرج الخلاف اللي موجود مع الجانب إسرائيل على النقاط الرئيسية اللي هي تخص الأشقاء الفلسطينيين وقف الحرب اليوم التالي الحرب في غزة إعادة الأعمار مصر فيه استفزازات كتير حصلت ومصر وده بالمناسبة سيادتك ممكن يعني أي حد من المستمعين بلاس سيادتك يلوم على مصر طب الراجل ده في خمسة نوفمبر تلاتة وعشرين اخترح ضرب غزة بالنوة دي جريمة حرب الحديث وزير وكان وزير نفس المنصب وده يخص كل مناصر القضية من دول ويخص الأمم المتحدة وقال إن احنا لا تدرب بالنوة وده في لقاء إزاعي يعني مش منشور على تطبيق لا يعني موجود تسجيل واضح واحد الإزاعات المحسوبة على الدولة مش إزاع خاص لا وما حتى تشد عليه لا لا الحقي قال سيادة العامل الحقي قال خسر يعني يعني ولو حتى كانت على استحياء لكن كان هناك كثير من الأصوات والتصريحات الرافضة من كل العالم بالمناسبة لتصريح لتصريح الرجل الانذاك بيرقاء قمبلة نووية على قطاع لو نتنياهم موسيطر ما كانش طلع الرجل ده بلاش الرجل ده في الحزب بتاع بن جفير بن جفير معلاش يعني لا أدان ولا غيد ولا حاجة أكيد بن جفير مش هيروح يعني يقوله ممكن بن جفير نفس يقوله لا يعني مش قمبلة واحدة ممكن يكون أكثر من قمبلة ما هو ددأ بهم لكن على أية حالة أنا كنت بتحدث عن المبدأ بغض النظر عن الشخصيات هذا الرجل قليل الشان كثير الشان وفي النهاية مسؤول إسرائيلي فأنا كنت أتحدث على المبدأ وعلى الأعراف بين الدول يعني في ال أوساتك في البداية بديت بفكرة إن مفيش مسؤول بيطلع يرد هما متعودين مع الدول على إن بيطلع مسؤول هامشي يقوم ردد عليه مسؤول آخر مش وزير دفاعي مش وزير خارجي يرد عليه يرد عليه سياسي كبير يعني يرد عليه حد فيقوم من الموضوع يعتبر على التواصل الاجتماعي ما بين مسؤولين نوع من التراش ده اللي ما بيحصل يعني الوزراء عندهم طبعا منضبطين وفي سياسات كده منتفقين عليها لكن مفروض يعني حتى المصدر اللي هو يطلع يقول يعني يدين زي ما أنا بقول لسياتك أنا بقول عليه تاف وحقيق خلاص أنا بقول إنه مش مسؤول في البلد لكن زي ما خده منشور وقره صفحتي وعرفه إن دي تحتيم للأسطورة الإسرائيلية بيحياخدوا من الجزيرة ويعني بالبلد كده يعني وصلتولهم برضو هو يعني أولا مش مسؤول التصريع غير مسؤول وده مش تصرف مسؤول وأنا من وجه نظري هو تاف وحقيق الأهم من كده اللي هو ولا حكمته ولا جيشه يقدروا يفكروا يهوبوا حوالين الحدود المصرية شب داخل حدود المصرية وإسرائيل لما بدأ 7 أكتوبر ابتدوا يروجوا إنها كان مهدد تصرفات الحمقاء هنا وهناك والمناكفة هنا والمناكفة هناك مع مع الجنوب لبنان ومع إيران ومع ويطلع مسؤول تاف كلب على مصر ده اللي حيهدد الكيان الإسرائيلي حركة يعني الشهيد عز الدين القسام ما هددتش الكيان في حرب 19 وكمان 19 شهر تانية ما تهددش الكيان لكن التصرفات اللي بتحصل دي هي اللي حتهدد الكيان الأهم من كده يعني لما يطلع واحد يقول من النهر البحر فهو بيكلم على حقوق تاريخي طب انت ايه حوقك في سينة يعني ايه علاقتك في سينة انت كنت محتل في ظرف استثنائي وخرجت جزء بالحرب وجزء بالسلام وبتحمده ربنا على السلام ويعني بتقول يا رب يفضل تجربة السلام دي لان كل الحروب اللي بتخذها اسرائيل لا تهدد الكيان حرب مع اسرائيل مع اسرائيلية مع مصر تهدد الكيان مصر الان ادرك الجميع ان الحكومة الموجودة غير سوية وغير مسؤولة عن تصرف رحيل الحكومة يعيد السلام البارد يعني مش هقول احنا يعيد ان احنا نكون كويسين مع الاسرائيليين لكن لو اصبحت تلك التصرفات سمة في من يحكم من هم في جوارنا اسرائيل اعتقد ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على العنصر الاهم في العلاقة اللي هو الشعوب الشعوب ان ادركت بشكل واضح ان هناك نية تتخطى غزة طبعا الشعوب بتتألم ليه ما يحدث في غزة وما يحدث في كل الاماكن المحتلة في الضفة وغيره لكن لو وصل الموضوع ده انت بيا اسرائيل بيتربي جيل بيصعد الان على فكرة استعادة زاكرة جولات الصراع العرب الاسرائيل هذا ليس لصالحكم وان كان سياستكم العليا كاسرائيليين مش فكرة السلام البارد فكرة التحول من السلام البارد مع بعض الى سلام دافئ مع دول اخرى او سلام دافئ مع الدول اللي كان بينها سلام بارد اللي انتو بتعملوه ده لا حيرجع سلام بارد ولا حيحقق سلام العميد نعم بشكرك شكرا انا متأسف للمقاطة اتمنى المسؤولين يطلعوا يقولوا كلام مشابه حتى لو ما كانش عشان اسرائيل توقف عشان الرأي العام يشعر ان هناك رد رسمي بدل من الرد اللي هو من الناس زينا مش رسمي العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك سيادة العميد